موليد 91 صح في الرياض تابوك وبعدين كنت انطلقت الحياة في أسره محافظة رغم أنها داعمة في نفس الوقت حدثين عن الطفولة ولما كنت في الطفولة كنت تتوقع أنك داليا اللي صارت اليوم أول شي صح أنا من موليد تابوك ولكن عشت كل حياتي بالرياض يعني طفولتي ودراستي وكلها عائلتنا محافظة ولكن تربينا على حرية الرأي النقاش وطالما أن أنت معاك حق لا تخاف يمكن لك اليوم أنا عندي الشخصية لأن أمي أبو يربونا أننا لا نخاف طالما نعرف أن نحن على الحق أو أنت اللي تسوي صح فإذا ما اقتنع فيه سوي الغلط غلط والصح صح واضح ناس تقدر تميزها طفولتي كانت طفولة طبيعية تحملت مسؤولية من عمر يمكن 14 سنة هنا بديت أعتمد كيف تحملتي مسؤولية من عمر 14؟ بمعنى أنا بديت أغني من عمر 14 سنة فعلياً وكنت طفولتي ما كنت البنت التي تستنى من أهلها يصرفون عليها أين أول مرة أغنيتي؟ كنت أغني بحفلات أول مرة أغنيت في المدرسة طبعاً كما بسبب المنشمال المحافظة لا لدينا فرص كثيرة غير المناسبات الخاصة التي هي الأعراس وكنت أنا أحب أن أغني كان رأسي مليان غنى بعيدة عن الأشياء الثانية بدأت من 14 سنة يمكن أن أصغر بدأت أنا أصرف على مدرستي الحمد لله أهلي كانوا مقدرين ولكن زرعوا فينا أن نعتمد على نفسنا من هذا العمر والحمد لله بدأت تسلفين مع عمر 14؟ أسلف؟ لا طيب والحين؟ لا أحب أن أسلف ولا أسلف طيب أنا فقط تعرفين أحد؟ لا أحب أن أسلف لم أحتاج شيء قولي أبدا الآن أساساً بعد اللقاء يجب أن نخرج عموماً لا نتمنى لك التوفيق حبيب الله لكن تعرفين أحد اسمه طفلة ملعقة؟ السيدة ملعقة السيدة ملعقة ترى الصورة سورة ما فيها هنا؟ لا أحب لماذا كنت السيدة ملعقة؟ لأنه ما شاء الله تعرف بحكم اللون الشعر يعني بدون طبعاً هذه سوء يعطي راسي بوليوم كبير فكري يسموني سيدة ملعقة لأنني نحيفة من تعهد فكري يسموني سيدة ملعقة من الأطلاق عليك؟ والله أعتقد خالاتي يمكن الله يسامح شكراً شكراً شكراً